نفذ فريق الرقابة الحدودية بوجارة الداخلية نزول الميداني إلى ميناء الوديع البري لعمل الصيان اللازمة لمنظومة الرقابة الحدودية ومتابعة سير عمل منظومة كنترول الجوازات وناقش مدير الرقابة الحدودية بالوزارة المقدم سامي مسعود ومدير عام ميناء الوديع البري مطلق الصيعري آلية وتحسين العمل بالميناء ووضع الترتيبات اللازمة للميناء والمتطلبات الرئيسية لتشغيل منظومة الرقابة الحدودية اشتركوا في القناة